وصلت وزارة الداخلية فعليات مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتح السيسي لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجة ذلك بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك استمرارا للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كهل المواطنين وصلت الوزارة فعليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوزيع بوات تحتوي السلع غذائية متنوعة على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع المحافظات وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك احنا بنشكر الرئيس عبد الفتح السيسي هو دايما مدعمنا ودايما وقف معنا وعملنا دايما مبادرات ربنا يكلمه ويعزه دايما وقف بالشعب المصري في كل المناسبات يا رب نحفظ مصر رئيس مصر وناس مصر وشعب مصر كلها يا رب ووعد علم اليام بخير الشعب اللي في وقت الشدة دايما عارف سكة وميري واللي بتإذن الله بيت حدى نزلنا جا كل سنوه هو طيب وربنا يخليه الله يخللنا الشرطة يخللنا الجيش وتحنى نصر واللي في عزلم احنا تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت ربنا يخليك أسعاد ترويس وإحنا متحلمش منكم أردو كل سنوه حضركم طيبان أنا باشكر رئاس الجبراء عبد الفتح السيسي يجبيننا عمل لنا الكبر ديوت ربنا يخلهن وعمل إنجازات جامدة أو في مصر وجهت الوزارة مأموريات للمحافظات المختلفة استقبلها المواطنون بترحاب كبير ووسط إشادة بالجهود التي تبدلها وزارة الداخلية لتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للمواطنين وتقديم الدعم لهم في كافة المناسبات وعلى مدار العام مبادرة دي في الصراحة هي جدت في وقتها يعني الصراحة على دخول شهر رمضان الكريم وربنا يخليك يا رئيس على المبادرة الجميلة دي والمبادرات اللي تعملها كلها تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر لألف ألف شكر سنون طيب يا رئيس ربنا خليك لنا يا رئيس عمار يا مصر حرصت المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في كل مكان على أرض الوطن فقد توجهت إلى المنازل وأماكن العمل فضلا عن الشوادر التي أقامتها لتوزيع هذه المساعدات بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد وعلى المشروعات القومية الكثيرة اللي بيعملها لنا وأنه هو فاكر للشعب في رمضان ألف شكر يا رئيس على الحياة الكريمة اللي انت بتعملها لنا والمشاريع اللي انت بتعملنا على طول ودائما فاكرنا على طول في الخير وكل سنة حضرتك انت طيب شكرين يا رئيس على انت بتعملونا على المشاريع اللي انت بتعملها لنا رجالة ولد رجالة اتحمي واتشغالة مصر وراسل فوق مرفوع وسط النار بفوق الشعب اللي في وقت الشدة ألف شكر على هديتكم وديها مقبولة وانت نورتونا وألف شكر لعوزة الدخلية وسيادة الرئيس وعمر يا مصر عمى يا كبيرة بستنرى مصر دي أحلى بلد في الدنيا كله عرفها أكيد الشعب اللي في وقت الشدة بشكر زباط وزارة الدخلية طبعا لانهم وصلونا في الأماكن دي محافظة الكفر الشيخ ويا رب دايما نكونوا مستمرين في الحاجات دي بمبسوطة ان هم بيفتكرون وبيفتكروا أولادنا في المبادرات زي مبادرة كلنا واحد بشكر سيادة الرئيس انه هو فاكرنا في جمع المناسبات وده مش أول مرة انه هيعملها معنا مصر تملب تبتح بابها للقريب واللي بعيد والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمت تلديد بشكر سيادة الرئيس وعملنا خدمات يامي وكل سلام حضرته طيب الشعب اللي في وقت الشدة دايما هارف سيادة بيديت ومناسبة شهر الكريم رب دي خلنا سيادة الرئيس رب دي خلنا شوينه يا رب دي لانه فاكرنا على طول وحضرته طيب كل عمر الشعب دا ايد وحدة والفربط واليوم الدين بافتح الباب لاتي سادة الزباط جايين وجابين هديت راس لحد باب البيت فاحنا بنشكرهم على تعبهم ومشيهم بنشكر سيادة الرئيس وربنا يخليه لنا وفي اي مناسبة يفتكرونا برده الشعب اللي في وقت الشدة دايما هارف سكة وطيري واللي بإذن اللي بيت حردة نسلينه يا حب الكريم كل عمر الشعب دا ايد وحدة والفربط واليوم الدين ربنا يخليك لينا يا رب ريس يا رب يخليك لينا في البحر المحمر مبسوطة ومشكرا على مساعداتك لينا يا ريس مبادرة دي للجميع ومنشكر وزارة الداخلية انها بتدخل كل الناس بتقول لكل الناس ان الناس كلها على راسي مفيش حد اه وحد لا شكرين يا سيد الرئيس السيسي والمبادرة بسفعتنا في البيت وبتوفر لنا كل حاجة واللي في عزل محنة تحدة وقالها تعدي وعلى الصوت رجالة ولد رجالة اتحمي واتشغالة مصر وراس ورفق مرفوع كل السنة ونت طايم ربنا يبارك لنا فيكم في الرئيس وفي الرئيس والجمهورية وفي الدين يا قلي وربنا يجدركم وعلمتوا فيه وساعدكم وعلمتوا فيه كل عمر الشعب دا ايد وحدة والفربط واليوم الدين دا كفاية انكم دايين والله دا ادخلتكم دي بالدين يا قلي احب اقوله للرئيس عبد الفاتح سيشكر له فكرنا ربنا يخلوه النار لا شك ان وزارة الداخلية تضع في مقدمة اولوياتها دعم ومساندة المواطنين وتخفيف العباء عنهم من منطلق مسئولياتها الاجتماعية فالامن رسالة انسانية تهدف الى تحقيق الاستقرار ودعم المواطنين انسانيا واجتماعيا كل سنة انتوا طيبين وربنا يخلينا الريس وخلي المبادرة وهو يجبنينا البحر الاحمر وربنا يديره الصحة ويخليه للشعب يا رب ربنا يخلي الريس لنا على المبادرة دي وحاسس بينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة